اشتركوا في القناة وفي تغريدة اخرى قال ان الساعات الاخيرة شهدت ما سماها اشياء سيئة حالت دون العمل بالشفافية القانونية اما بعض مستشاري ترامب فيرون وجوب استعداده للهزيمة والاعتراف بنتيجة الانتخابات وفق ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست التي رأت ان لدى ترامب مناورات محتملة وقد يلجأ للتصعيد اذا ما خسر امام بايدن بينما ينصحه مستشاروه باستعداده لاحتمال خسارة مكانه الكبير في البيت الابيض ويغادره في يناير المقبل الامر ذاته رصدته صحيفة وولستري جورنال التي وصفت استراتيجية ترامب القانونية بالمرتبكة ونقلت عن بعض مستشاريه قولهم انهم يرون ان المسار سيكون صعبا سواء على الصعيد السياسي او القانوني ونقلت الصحيفة عن احد مستشاري ترامب قوله ان الحالة المزاجية للرئيس كئيبة للغاية حيث قضى الايام القليلة الماضية وهو يتابع بغضب شديد نتائج فرز الاصوات وتقدم بايدن وتوقع مستشارون ان يترك ترامب المجال لجهود حملته على الصعيد القانوني قبل ان يقر بنتائج الانتخابات ترجمة نانسي قنقر